اليوم جينا علشان نلفث انتباه للحكومة ونصحي المحافظة حقنا الراغت لحد الآن الراغت خمس سنوات منذ تعيينه يقول هؤلاء إنه لم ينجز شيئا يذكر محافظ إب عبدالوهاب الوائلي يواجه اليوم مساءلة مجتمعية واتهامات بعدم الاكتراث لشؤون المحافظة طوال السنوات الخمس ندعو جميع قيادة الدولة إلى الالتفاة إلى محافظة إب للمعاناة التي نعانيها من الغياب تام بسبب غياب السلطة المحلية يتم تهميش الشهداء والجرحى والنازحين لهذا نطالب الأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب الرئيس ودولة وزير رئيس الحكومة بتعيين محافظ لمحافظة إب احتجاجات متكررة نظمها ناشطون ووجهات عسكرية ومدنية من محافظة إب تطالب قيادة الشرعية بتغيير المحافظ الوائلي واستبداله بمحافظ يقيم في البلد ويهتم بمعاناتهم المنسية ملفات الجرحى والنازحين والإغاثة والتحرير يقول المحتجون إن المحافظ يتجاهلها كلياً في ظرف يواجه فيه أبناء إب ذروة المعاناة الإنسانية والمعيشية جراء الانقلاب والحرب ترزح محافظة إب تحت سلطة الانقلاب الحوثي منذ خمس سنوات ويواجه فيها أبناؤها صنوف الغطرصة وتسلط الحوثي من القتل العمد إلى نهب الأراضي والجباية الأموال والزواج بالإكراه وغيرها من الانتهاكات تتعامل الميليشيا مع محافظة إب كمخزون للفيدي والبطش وتتعامل معها الشرعية بإهمال كامل لأوضاع أبنائها الذين غادروها من جبروت الحوثي وبعد خمسة أعوام يقفون بين نارين يواجهون أزماتهم الوحدهم بلا سند ولا نصير